برعب تحتضن أركان هذا البيت المنهار جراء الأمطار الأخيرة في النجاث أم رعد التي شارف عمرها التسعين عاما بعيون تملؤها الدموع تنظر إلى حطام منزلها المتهالك والذي نجت من انهياره بعجوبة والله أم أنا قاعد هنا ترضيت البصري بعدنا حطيت طلبة باليدي وشان يهبز علي الحص ما أنا ما عدا حاج وحدي قلت لي اليدي طلعت صالحة 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 بالشارعة ورثية مليون واحد بيه معيما أم مماتي أمه إله حصة بي أي أم إله حصة بي مس من يقدر ليه اليدي وقاعدة داعي ويما عودين يطلوني حصصي خلا شوفني قاعدة وفي غرفة أضغط ليه ما حاج يقدر ليه والجي قاعدة أربع فاكي سابني بأخير أكبار لك ما عدد من الحرقة قالت تسربتني وتفوخ وانتسوا مني وكل اللي هم أمزيل ما جال همي لا راتبة ولا معيلة لأم رعد التي تتكئ على عكازها لإعانتها في حركتها تجلس من ألم ما أصابها تقلب بذكرياتها في هذه الصور وتنحب على فقدان أبنائها وزوجها تعمل بتخصيص راتب شهري لها وبيت يسترها في أيامها الأخيرة قالي الله شاهد لا راتب أم اليوم معاملة قدمت وشاهدات الوفاء قال وربع طيام رعد نطلس بيأتي براتب وبالإضافة إلى انهيار منزلها بسبب الأمطار يفتقد منزل أم رعد لأبسط مقومات الحياة التي باتت تضيق عليها إلا إذا تم تقديم يد العون لها وانتشالها من واقعها من النجف محمد رزاق التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر